اي ميزت ان انا لبس لبس المصري يعني ما لبس الحديث ما فيهوش عيب يعني ما فيهوش حاجة يعني عيب اوكي وانا متعودة عليه وحاجات زي كده اي ميزت ان انا لبس زي حضرتك لا سؤال هايل هقول لي حضرتك حاجتين اولا حضرتك عارف ان الاساس النهاردة الملابس هي اللي بيسموها الموضة فالموضة دي بتعمل اكبار تعصفي للصرف واتدخلك في دايرة استهلاك ملهاش نهاية يعني ان كل سنة رجالة وستات طبعا واطفال وكله ستات اللي الجيبها وسعت اللون الموضة نفسجي ما تلبسيش مع رأي يعني بيجبروا الشعب الشعوب انهم كل سنة يرموا الحاجات اللي اشتروها على مدى السنة ويعملوا حاجة تانية وده طبعا معناها ان بيدخلوك في دايرة استهلاك فضيعة بتعمل مشاكل لكل الشعوب اللي ما عندهاش امكانيات يعني حضرتك لو بنتك بنت روكفيلر ممكن تغير هدومها كل يوم مش كل سنة لكن الناس العادية امكانية ان يغيروا هدومهم من سنة لسنة ان شبات يروحوا يكونوا يمكن عباقرة لكن يروحوا الجمعة ويلبسوا ويقدروا يتماشوا مع تسريحات الشعر المختلفة والملابس المختلفة والجزم المختلفة والشعر المختلفة مصيبة فانا رأيي ان دا بالعكس بقى دا الغرب عمل الموضة عشان يجبرنا لان ندخل دائرة الاستهلاك المستديم كل سنة لان كانوا عملوا مصانع في القانو 19 وبيدوروا على اسواق ففكرة السوق انك تحطم ثقة الشعوب في انتاجها عشان يشتروا انتاجك فحضرتك كنا بنعمل ملابس التقليدية مي ذاتها انا وانا شابة صغيرة كنا عندنا ارض فكنا بنروح البلد لما نروح البلد ونقعد في اي فرح او في اي عزة ما بدارش عارف زوجة العمدة من الشغالة بتاعتها لان الاتنين لابسين زي تقليدية والاتنين لابسين منديل بقوية بالعكس بقى ممكن لو الشغالة ابوها هو اللي بيعمل القوية واماها هي الخياطة ممكن فستانها يبقى احلى فكان في حكمة الهية بتبسط الفروقات ما بين الطبقات حتى السيغة والحاجات دي ممكن تبقى مزورة لا يا فنم السيغة الحمد لله كان في حاجة حطموها دلوقتي اسمها الجمل مصانع الجمل فكان العقد الدهب تلبسه مرات العمدة الشغالة بتاعتها عقد نفسه بشها دهب ما تقدرش تعرف الفرق فانا رأيي ده كان حاجة جميلة كان الفرق يبقى ان مرات العمدة قاعدة على الكمبان اسطنبولي والشغالة بتعود على الارض لكن غير كده كان في حكمة الملابس التقليدية بتبسط الفروقات ما بين الطبقات فبتقلل النزاعات الطبقية ما يبقاش بنت الشغالة بتحقد على بنت الراجل اللي بيشغالها اللي اتنين بيلبسوا نفس الشيء يا فنم غير كده بقى كل زي تقليدي ممكن يبقى له صيغة مكلفة وسيغة بسيطة طبعا الصيغة المكلفة مرة في العمر الشغالة ممكن تعملها ليه لان هي ده استثمار جيد هتعمل الفستين هتشتري القطيفة زي صحبة البيت وهتشتري القرص وهتعمل لحاجة وهتكلفها بس هتلبس الفستين ده تور عمرها بالزبط زي النهارده الستات الشيك اللي بيستيروا اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه